موسيقى مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد والاستمتاع بآخر أيام عطة الصيف يستهدى الآباء لشراء القرطاسية واللوازم الأخرى المطلوبة للطفل لكن هل فكرت أيضا في تنظيم النظام الغذائي للطفل والذي يلعب دورا أساسيا في تزويده بالنشاط وتعزيز قدرته على الاستيعاب والتركيز لذا إليك أفضل التوصيات التي تقدمها لك اختصاصية التغذية البريطانية إيلين داود أولا تأكد من أن طفلك يحصل على الفطور والغداء والعشاء في مواعيد يومية منتظمة واحرص على التنويع في الأطعمة للحصول على مختلف الفيتامينات والمعادن لذلك يجب تزويده بالخبز والحبوب الكاملة ومنتجات الحليب واللحوم والدواجن والسمك والخضار والفاكهة ثانيا لا تجعل طفلك يذهب إلى المدرسة على معدة فارغة فقد أكرت كل الدراسات أن الفطور يساعد على التركيز ويزود الرسم بالطاقة الكافية لبدء اليوم الدراسي بنشاط كامل ويمكن أن يتألف من كوب حليب مع رقائق الدرا المصنوعة من الحبوب الكاملة أو ساندوش صغير مع جبنة وخضار ثالثا علم طفلك أهمية شرب كمية قليلة من الماء مع مرور كل فترة قصيرة لترطيب جسمه وتفادي أي إنعكاسات سلبية كأوجاع الرأس وقلة التركيز رابعا لا تنسى الوجبات الخفيفة التي يجب أن تكون صحية قدر الأمكان بدلا من إعطائه رقائق البطاطا والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة الغنية بالسكر قدم له الخضار كالخيار أو الجزر أو الفاكهة الطازجة كالتفاح والموز أو الفاكهة المجففة مثل التين والمشمش أو حفلة من المكسرات النية أو قدم لوحة صغيرة من شكلة الذي يزيد معدل التركيز ويملك فوائد صحية عديدة خامسا ضع له جدول نوم منتظما وتأكد أنه يحصل على ثمان ساعات من النوم يوميا هذا الأمر يضمن نمو جسمه بطريقة سليمة ويؤثر مباشرة في الوظائف الدماغية كذلك شددت إيلين داودة على ضرورة إجراء فحص طبية لطفلك قبل بدء العام الدراسي لرصد أي مشكلة قد تعرق الآداء في الصف مثل ضعف النظر الذي يسبب له آلاما في الرأس ويمنعه من التركيز شكرا للمشاهدة لا تنسى عمل لايك واشتراك في القناة